ترجمة نانسي قنقر ومشارك العمل العربي المشترك ولكل ما من شأنه أن يحقق التضامن والتكافل العربي وتعزيز القدرات العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة يطيب لنا أن نعرب في ختام حديثنا عن ترحيبنا بكم في بلدكم مملكة البحرين لاجتماعات القمة العربية المقبلة في عشرين أربع عشرين بعون الله تعالى تأتي استضافة مملكة البحرين للقمة العربية المقبلة استمرارا وتأكيدا لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الاهتمام بالدائرة العربية في الدبلوماسية البحرينية وتقويتها انطلاقا من الإيمان بأن العلاقات العربية هي مسألة مصير لأبناء الأمة العربية وأن التعاون والترابط يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية إن انعقاد القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين يشكل حدثا تاريخيا مهما إذ ستكون المرة الأولى التي تقام فيها القمة العربية في الملامة ولذلك فإن إقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة لاستضافة مملكة البحرين لأعمال دورته العادية الثالثة والثلاثين يكتسب أهمية متزايدة من ناحية التوقيت والمكان ومن المؤمل أن تسهم رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازا في التنسيق والتعاون العربي فمملكة البحرين واحة السلام وبلاد الأمان تعلم ما تمر به الأمة العربية من منعطف تاريخيا هام وستبذل قصار الجهد لنجاح القمة وخروجها بقرارات وتوصيات تصون الأمة العربية وتخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر